سلامتكم مرحبا بكم شكرا ليكم على اختيار اكس برس افام حلقة جديدة من زون ميكس لليوم الخميس خمسة وعشرين سبتمبر الفين واربعة وعشرين او ستة وعشرين سبتمبر الفين واربعة وعشرين معكم بشير قروي كوتي ميكرو شكرا ليوميما جبالي على مستوى الاعداد تحية اللي بالحسن في الاخراج سليم في الاخراج الرقمي تتفرجوا فينا كي العدن ديغاك لايف على باج اوفيسيال اكس برس افام سور فيسبوك كيف على الاشيان يوتيوب اكس برس افام سويا من زمان عاد جاو مبعض ما نحكيو فيها على الاكتشواليتي بعد شوية بشل تحق بين طرق الزيادة ما موجود بحضة وسعيد جدا انه يكون غيفي اليوم مدرب مستقبل اسليمان سهيب زروق اهلا وسهلا بيك مرحبا بيك بشير محباب رخين كله تتلكيب شكرا ليك على الحضور سهيب دونك طبعا في حلقة اليوم بشنرجعو على مباراة الابارح بين التراجر هذه التونسي ومستقبل سليمان اللي كانت لعبت في ملعب قربة دونك بشنرجعو نحكيو على المباراة الابارح باكثر تفاصيل بش نحكيو زادا وانتبعو الماتش اللي قادي تلعب حاليا بين الملعب التونسي ونجم المتلوي وصلنا للتقيقة تقريب اثنينة وتلاثين والتعادل مزال اسفر اسفر نحكيو زادا على ماتش النادي الاسفقسي البرح مع فريق اتحاد بنجردين اللي كان انقذوا الحبوبي محمد امين الحبوبي كان انقذ النادي راضي الاسفقسي في مباراة ما كانتش سهلة على اصحاب الارض في الجزء الثاني مش نحكيو زادا على دربي الساحل بين المستير والتوالي الماتش تلعب مع الستة متاع العشية هاول تحق بين طرق الزيدي طبعا للناس اللي خلطت علينا توا نعطيكم فكرة على التشكيل اللي كان اعتمد عليها مهر الكنزاري وطبعا مدرب نجم المتلاوي لأول مباراة ليه الموسم ذاية مع نجم المتلاوي عيمد بن يونس بالنسبة للتشكيل اللي بقلاء وفاعل سامي هلال مروين الصحراوي ادم عروس نيضال اللي في الهدي خالفة بونر موجيشال بتوسط الميدان الرواندي وذاية اول أباريسيون ليه هذا الموسم بقميص المالعب التونسي مع يوسف ومرو وماثندا وسجد الفرشيشي بلال ميجري وصدق قددة بالنسبة لفريق نجم المتلاوي في عبد المهيب الشامخ حمزة بن هلال مونير جلسي يوسري العرفيوي احمد سالم مزهود هيثم لمحمدي كابيتن دكيب الشريف بوديان جاميه بابي محمد اولاد بهاية احمد محمد الصدق نجازو ونسيم الشاشية اهلا وسهلا بيك طارق اهلا بيك مرحبا مرحبا بالله وضيوف ان شاء الله حسنا ممتازة كالعب مرحبا بيك ايغانا طارق مرحبا بالليسية مسالش ما فهمش اه مشكل نبدأ معاك اه سهيب ثاني ماتش ليك في السيزان اه طبعا الريزولتان ما ما تبعش لكن المردود كان افضل ربما خلينا نقوله من الببارات الاولى ضد نجم المتلاوي ولو انه التراجي رياضي التونسي اه البرح ما تحقق ثاني انتصار ليه ما كان كان دون لدولا خلينا نقول. اه سهيح ثاني ماتش ثاني هزيمة بالنسبة للمستقبل السليمين معناه الكونتور اه ازيرو اه اه اندي بان دامان امران دامان اه الليكيب لمشي تلعب في المتلوي مهيش هي متغيرة ثمانين في المية من اللي لعبنا البارح. اه اه دونك برشة تغييرات اه ماتش البارح فقدنا فيه للريتم معناه دون زام واي دمي برسك لعبنا كان دو ماتش اوفيسيال الليكيب هي بيه لعبت البارح معناها هزا اول ماتش بالنسبة لها هي. اه ما فهماش برشة اوتوماتيزم الليكيب بتلمت معناها بريب خاتيك مو قبل بربع ايام. دونك مع مع الغيابات مع الاسابات ما انك تلعب على الاكستريور من عبوش في في الميدان بتاعنا. هزاي كل معناها كانت عوامل. اه ما خلتناش معناها على مادات تسعين دقيقة نكون اللي كيب اللي تنجم معناها تجاري الماتش كوم يلفو. بالنسبة للأستاذ بالله خلنا وفحوها لحكاية. عليش الماتش تلعب في قربة شنية وشنية مشكلتو استاذ سليمان? والله قبل ما تشترج يمكن بجمع عشرة ايام اه فهمة لجنة جيت قيمة المعناها الملعب. قالت لازم فهمة اجراءات ترفو يتقدو معناها دونك اه خاتي النادي خاتي لكلوها زي ما بينا نتصور البلدية صورة المحلية والمشرفين على معناها الرخص باش تخلي الملعب اه ما 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 خلتوش دونك اه مشين القربة لحقيقة معناها البارح ونديرين نلعبو في ملعب اه تابعة رجالي التونسي معناها شوفنا الببليك اه اه اذاك علش نقول انا معناها الاكستريرير سانية ما تش نحسبوها الاكستريرير بالنسبة للسليمان. هزو مع عوامل معناها سنة تو معناها المستنسين اللعبو في وسط تبلول الجمعيات اللي ما عندهاش معناها برش امكانيات فردية راو كتبدا تطلع في ميدانك دي ما اذاك انا تو دي بلوس بالنسبة للكنتير بارح ما كانش معنا. ما ما قصروش معناها الولاد الحقيقة عاملو المردود اللي انا الراهي لزمو يتعمل. اي عانتكشي فيزيبيلتة برابور للماتشوات الجيين اسكو توا دورين افان سليمان مش توقعو تكاور في قربة اسكو بديو في اللي ترافو دو ما وقتش نجمنا سليمان ترجع تلعب ادميثيل في التنمتح. هما بديو في اللي ترافو دي جا معناها قبل بثمانية واربعين ساعة عملنا المستحيل بايش نخلطو نرعبو في سليمان. ما كن في اخر اه دقيقة ايض هولي اه معنا رسمي في القربة. لكن نتصور اه ما تش اه الجاي ان شاء الله هكون في سليمان ان شاء الله. اه هوني تغيرت الانتيجة في اه ملعب باردو الملعب التونسي يفتتح الانتيجة ضد نجم المتلوي. هدف يوسف امرو كانت توزيعة من سجد الفرشيشي رأسية من اه المدافع مروان الصحراوي على مستوى القايم الثاني. يشد هالشامخ اه بصعوبة عملت اه اه رجحها قدام اه قدام يوسف امرو اللي اه يفتتح الانتيجة بالنسبة للملعب التونسي. طارق حبيت اه. حبيت نسلو على الزوز ديو بريزيليان والحمروني. علش ملعبوش? مزلو ما خلطوش مزلو ما تاهلوش. ديو بريزيليان معناه الكارت جون نسي اني وفعه. بالنسبة لحمروني كان التحق مؤخرا نو ما زال نقص برشة معناه. اه بريباراسيون. غروسو مودو كوتش اه رافي على المجموعة الافكتيف اللي موجود على ذمتك. حتى كنرجو نحكي شوية على البيباراسيون. جهورات اللي قاعده. جهورات اللي يمشي. والجهورات جدد هل هو ما معناته في المستويه? حاضرين سور البلان فيزيك. وانت يحكي تقبيل اللي كونو نقصه شوية ريتم. اه حتى الوتوماتيزم مازال مازال مفقود. اه صحيح. من ناحية الريضاء مدامني موجود في الفريق. لازمني كون راضي بالمجموعة الموجودة. اه لازمني نخدم بال بالموجود. اه لدارة عملت المجهود اللي لازمو يتعمل قامت بالانتدابات. كان عفما منع انتداب. اه معناها البروسيديور كانوا صعاب برشة. خلطنا على درنيار الجور معناها باش نخلطو نقيدو الملعبية الكل. اه فما ملعبية خلطت ملعبية كانت نقص ملعبية راجع من اسابات ملعبية كانت عندها برشة اه ما لعبتش معناها دي بروفيل انتريسانت الحقيقة اللي نجم يعاونو دوكو يخلطو معناها في الحالة البدنية متاحهم المعطيه ده نصور يعاونو بالقديس ليمان. طرق تفرجت في الماتش انت في الماتش. اه سليمان كانت واقعية لحقيقة مش خطرة واقعية. يلعب على الامكانيات اللي عنده على الجوارات الموجودة. اه الترجي كانت فافوريزي بتعرف حتى بالغخول والناس غياب البليلي لكن بالارمدان بتاع الجوارات اللي عندها كانت هي فافوريزية. اه لعب على حسب الامكانيات متاعه. اهم شي بالنسبة لي ان سليمان هو المنتين تربح اللي هم الفرق اللي اللي معنيين معناتها دونك ما عندوش حتى مشكلة قاعد يخدم مشكلة يلزم شوية سبر علاش على خطر اه طو مش تبدأ للشامبيونات والجوارات اللي نقص ريتم تعملت شويت اللي نقص اه فيزيك دونك معناتها مش تبدأ الحقيقة ربي معك لكن صعيبة شوية مش معناتها مستحق لكن نحكي لك صعيبة من ناحية انك توفق ما بين المباراة ومعناتها بين صحيح والاخسارة ما هيش باهية. اه ما يزمش واحد يدخل في السيكل معناها انتي على الاخسارة ازاي اكيد والناس الحقيقة للبرة معناها ما هيش باش تفهم اه شكون عندك نقص شكون لها معناها عندك الناس ما زلك خلطة تخذر كان يوريزلتا وزاي ما نحقهم. وهذا هو علش نفسروله معنا باش الناس تعرف. وزاي هو معناها وانا الحقيقة من نوعي اللي ما نحبش يعني نتلكش ولا نحنقول اه الاسباب اكثر من الواحد علينا كان نخدمه على رواحنا ويلزم ديما نخدمه حتى بالظروف الموجودة يلزمنا ديما نخدمه. معامل ميدان زادة لازم لازم في اقرب وقته وانا حسب ما سمعت اللي في سليمان معناتها من تصور ما تشيخر ولا اثنين ومش اش ترجعوا تلعبوا معناتها في الملعب اه متاعكم زادة سيثاناتو انك تلعب في ميدانك مساندة الجمهور. اه باش معناتها تعرف حتى المات شلولاني معناها زلد المتلاوي. اه معناها كان ماتشي كاليبري عالاخر معناها ماتش الفرص كنت عانا فرص اكثر من المتلاوي لكن تحس اللي عامل الميدان والجمهور يعطي البلوس معامل عبية مشيت بهم صغار برشا معناها مشينا برسك بالسينيور بي. ديما عامل الميدان صرتوه في جولة لولا يخليك تربح نقاط معنا تحب ولا تكره. الماتش بتاع البارح سوهي بزروق كيفاش عاشتو وانتي متقدم فنتيجة البونتو حلو معناتها من فونينج شوفني كيفاش اوبرتونيست. اه كمل الجيست متاعو للاخر. اه لز يمكن انو تكون فاما ميزان تنت بين مريح و اه و حمزة الجلاسي. ما تمعتش ان سرطان ممان ما كانش سليمان ينجم او موان خلينا نقولو يروح بماتش نيل. والله كن نقول لك حاجة طول لنستبدأ والله العزيم من اللي اه بدنا نحذره في الماتش معنا وعرفنا ليكيب واحنا قاعدين نتفرجو رزمو معناها ماتشو التراجي معناها قاعدين نتفرجو فيهم بالجدية نعرفو الايفكتيف نعرفو اللي دي فايانس الموجودة في اه في فريق التراجي. حتى عندك ملعبية كورو في الاسبيرانس معناها موجودين البيارح معناها دي جون موجودين وعندهم الكاليتي. الحقيقة قبل الماتش تماعين في الربح وكنا نعرفو اللي باش نخسرو برشا كورا. كنا نعرفو التراجي باش يملك برشا كورا. وذي كان شواء منعن نحنا. خطر اه برفوكي تشوف فما هكا دي بوان فيبل في جامعية اخرى تحاول تبروفوكي هانتي دي بوان فيبل هذيك وذيك اللي صار البيارح في في اوقات معينة. علشان قول الله كان اراه اه كان جالي فيكتيف كامل اه ولا معناها كومبيتيتيف اكثر على مادة تسعين دقيقة كنا نجموا بالمنير هي بيدها متع شوط الاول كولو نكملوا بها معناها الاخر مقابلة. اه نجحنا في الوقات اللي كنا فيها بهين لكن بعد كما قال زياد معناها الكاليتيات تكنيك انديفيدويل الموجودة في التراجي برفوكي تعمل لك لدي فيرانس معنا. اه ذيك اللي صار البيارح. اه معناها خدمنا الماتش كوم يلفوه وحذرناه كوم يلفوه تاكتيكموه. اه معناها التراجي في اه تسع وعشرين دقيقة قام بالتغيير متاعوه. اه تحس اللي فما معناها اي اي دخول دخول اه. دخول العبدالي. عبدالي اه اه اقبلوه اي اي. معناها تفهم اللي اه اللي اندي خلقت معناها مشاكل بالنسبة للتراجي تونسي. اه الفايدة مش انك اه تنجم تلعب لاتاك لكن انتي معناها قاعد معناها قاعد تخسر في برشة اه. معتانتي انا سختم امو بالجمعية متاعك دخلت الدوت اه في في كاردوزو. اي. لفايدة اني عمل معتا عمل عمل اه عمل اه شنجمو على بكري. مهيش 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 حكاية امكانيات حكاية اللي الكتير دي جاي. اذيك معناها تختار متلعب بلوك باش تحاول انتي تلعب عالليزاتو اللي عندك اوفنسيف خاطر. الحقيقة معناها اه حتى المنتدبين الجدد ملعب فيهم حتى حد في المهاجمين كل معناها فونيك هو اللي معانا من اول من اول الموسم. من الخرين ما زلوا ما خلطوش. الحمرون يمزل. المناعي يمزل. اه البلاي لغايب. زم كل دي زاتو معناها اوفنسيف. نجم تعمل عليهم. كي بداوا غايبين اتو اللي تخدم اه بطريقة اخر. بي. خنت عدا ومع فاصل اشيري قصير ثم نواصلو الحديث على المباراة اذية مباراة البرح بين الاسبرانس ومستخب السليمين. موسيقى اشتركوا في القناة 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 قد الفاصل